مدارس الوطن العربي للصف الثامن اليوم درسنا هو حجم الكرة ومساحة سطحها وأيضا في نهاية الفيديو رح نحكي شوي عن معامل التغير هلأ في البداية لاحظوا معي الرسمة اللي أمامنا الرسمة اللي أمامه هي عبارة عن استوانة زي ما أنتوا شايفين وداخلها كرة بدنا نتعرف أكتر على الرسمة هلأ نون قاف هي عبارة عن المسافة بين مركز الكرة ومحيط أي نقطع المحيط هاي هي عبارة عن نصف القطر للكرة أما بالنسبة لنصف قطر الاستوانة هو من مركز القاعدة لأيضا محيط القاعدة هاي عبارة نصف قطر الاستوانة طيب الرسمة اللي أمامنا بتحكي لنا شغلة إنه نصف القطر للاستوانة هايو يساوي نصف القطر للكرة إذن المعلومة الأولى قبل ما نطلع العلاقة بين الاستوانة والكرة إنه أنصاف الأقطار هي متساوية وشغلة تانية هلأ المسافة من هون لهون نعبر عنها بعين إذن هاي أيضا عندي إياها عين عين اللي هو ارتفاع الاستوانة طيب عين ارتفاع الاستوانة زي ما أنتوا بتلاحظوا هو المسافة من هون لهون يعني المسافة بين قاعدتين الاستوانة لو أنا نسيت الكرة تمام هلأ هاي عين شو هي وضعها بالنسبة للكرة بالنسبة للكرة هي المسافة من هون لهون ولكن أنا رسمتي مش كتير دقيقة إذن عين اللي هي هون هي نفسها المسافة الكاملة هاي أي هي قطر وتساوي نفسها قطر إيش الكرة يعني تساوي اتنين مضروبة بنصف القطر لأن القطر للكرة هو اتنين بنصف قطر الكرة تمام هاي هي ملخص عام للرسمة اللي أمامنا الآن بدنا قبل ما نحسب حجم الكرة ومساحة فطحة بدنا نربط العلاقة بين الاستوانة بالكرة علاقة الاستوانة بالكرة هي كالآتي حجم الكرة وإحنا عم نحكي هل عن حجوم حجم الكرة تساوي اتنين عتلات ضرب حجم الاستوانة في درس المخروط أخذنا أنه حجم المخروط هو واحد عتلات من حجم الاستوانة أما حجم الكرة هو اتنين عتلات من حجم الاستوانة هلأ من هذه العلاقة طبعا مش اي استوانة اللي بيكون نصف قطر الاستوانة نفسه نصف قطر الكرة وارتفاع الاستوانة هو قطر الكرة تمام الآن من هاي العلاقة بدنا نبلش نستنتج حجم الكرة فبالتالي حجم الكرة اتنين على ثلات رح ينزل وبعد ذلك نوجد حجم الكرة حجم سري الاستوانة حجم الاستوانة هاي الاستوانة أمامنا أنا لو بدي أحسب أي حجم هو عبارة عن مساحة القاعدة مضروبا في الارتفاع إذن مساحة القاعدة ضرب الارتفاع اللي هو ارتفاع الاستوانة تمام الآن نوضح هون أكتر مساحة القاعدة شو هي القاعدة الخاصة في الاستوانة اتنين على ثلاث رح تنزل مساحة القاعدة هي مساحة ايش الدائرة وهي عبارة عن باي في نون قاف تربع ضرب عين هلأ عبرنا عنها من خلال العلاقة الأبل حكينا هي نفسها القطر او هي اتنين ضرب اتنين ضرب نون قاف الآن بدي أصبت العلاقة أفضل اتنين على ثلاث ضرب باي عندي نون قاف تربع ونون قاف رح يتكون نون قاف تربع بالأول خليني أنزل لاثنين مضروبة باثنين ضرب نون قاف تكعيب الآن بدي أصبت الأرقام مع بعض هاي مع هاي ويساوي النتيجة النهائية اتنين مضروبة باثنين اربعة على ثلاث مضروبة في باي مضروبة بنون قاف تكعيب هاي العلاقة اللي ظهرت أمامنا هي عبارة عن حجم الكرة إذن هيك إحنا استنتجنا كم يساوي حجم الكرة من خلال العلاقة بين الرسمة هاي اللي هي الاستوانة في الكرة هذا بالنسبة لحجم الكرة أما بالنسبة لمساحة الكرة إذا إحنا الآن بدنا نتحدث عن مساحة الكرة فهي مساحة الكرة تساوي عبارة أربعة باي ضرب نون قاف تربع ياريت ننتبه إنه أنا لما حكيت حجم الكرة حكيت تكعيب لما حكيت مساحة الكرة نون قاف تربع هون كان أربعة ثلاث هون فقط أربعة وباي هي نفسها باي هاي بالنسبة للقوانين اللي رح نستخدمها خلال حل الأمثلة والتدريبات مثال واحد صفحة 118 كرة طول نصف قطرها 6 سنتيمتر جد حجمها إذن عندي كرة وبدي أوجد حجمها رح أبلش الآن بالحل حلك الآتي حجم بكتب القانون حجم الكرة رح يساوي عنا أربعة على ثلاث مضروبة في باي مضروبة بنصف القطر مكعب مكعب نصف القطر الخطوة الثانية هي التعويض أربعة على ثلاث رح أترك باي زي ما هي ثم نصف القطر عندي إياه بالسؤال معطى هو عبارة عن ستة أعوض ستة وأخذ الجذر أو أكعب الستة بالتالي الجواب النهائي رح يطلع عندي هو عبارة عن 288 باي سنتيمتر مكعب هذا الجواب بيكون الجواب إذا طلب مني السؤال بدلالة باي أما إذا ما كان بدلالة باي فالجواب تقريبا أحظوا أنه أنا بلشت أحكي تقريبا لأني بدي عوض باي 288 مضروب باي لو أنا مثلا عوضها 3.14 رح يطلع معي الجواب 4.900.5.14 سنتيمتر مكعب إذن 905.14 سنتيمتر مكعب مثال 2 رح يكون عندنا صفحة 119 السؤال بيقول جد مساحة سطح كرة طول نصف قطرها 7 سنتيمتر إذن بده مساحة السطح إذن أنا هلأ رح أستخدم القانون الثاني تبع مساحة السطح في القانون مساحة سطح الكرة رح يساوي عندي هو أربعة باي نونقاف تربية الآن الخطوة الثانية بدأ بلش أعوض أربعة في البداية 22 على سبعة اخترت باي ونصف القطر هو سبعة تربية هلأ في هذا السؤال أنا اخترت باي 22 على سبعة لأنه نصف القطر سبعة فهي أفضل شان أقدر أختصر الآن بدي أبلش الإختصار هلأ أختصر سبعة مع السبعة اللي موجودة بالتربية لأنه سبعة تربية هي سبعة ضرب سبعة خد سبعة مع سبعة ضل سبعة ويساوي تقريبا هلأ أربعة مضروبة أربعة ضرب 22 ضرب سبعة 154 والجواب النهائي تقريبا رح يطلع عندي 616 سنتيمتر مربع مربع لأنه مساحة تدريب واحد صفحة 18 جد طول قطر كرة معطيني حجمها 500 على 3 باي سنتيمتر مكعام السؤال طالب جد طول قطر إذن بده طول القطر تمام هلأ في البداية ومعطيني الحجم رح أبلش بقانون الحجم فعندي حجم أكيد الكرة رح يساوي عنا أربعة على ثلاث نضروب في باي في نون قاف تكعيب تمام الآن رح أبلش بتعويض أعطاني عندي حجم رحطه هون هو 500 على 3 وأيضا باي مدام أعطاني باي هون ما بعوض باي أسهل فبالتالي أربعة على ثلاث مضروبة في باي مضروبة بنصف القطر المكعب الآن مدام عندي إشارة مساواة أي شي بشوفه بالطرفات بقدر أختصره باي مع باي بتروح الثلاثة مع الثلاثة بتروح أصبحت العلاقة كالآتي 500 يساوي أربعة نون قاف تكعيب معادلة بسيطة بدي أحلها لأوجد نون قاف تكعيب على أربعة على أربعة رح يطلع 500 تقسيم أربعة هو 125 هذا عبارة عن نصف القطر مكعب إله تمام الآن لو أنا بدي أوجد نصف القطر رح أخذ الجذر التكعيبي للطرفين وأكيد إحنا زي ما إحنا عارفين الجذر التكعيبي لل 125 هو 5 فبالتالي 5 سانتي طبعا ليش سانتي لأنه عندي هون سانتيمتر مكعب في الحجم فسانتيمتر لأنه نصف القطر ولكن السؤال ننتبه جد طول قطر القطر رح يكون عنا هو 2 مضروب ب5 وساوي 10 سانتيمتر قريب 2 صفحة 119 السؤال جد مساحة سطح كرة بده مساحة السطح طول نصف قطرها 20 سانتي إذن مع طيل مع طيني نصف القطر 20 سانتي في البداية عندي الحل بدي أبلش أطبق القنون مساحة سطح الكرة يساوي 4 باي ننقاف تربيع الآن 4 رح تنزل باي في البداية رح تنزل نصف القطر 20 ورح أقوم بتربيع بعد ذلك 4 باي العشرين تربيع الصفر مرتين والتنين أربعة بطلع أربعمية الجواب النهائي 0061 باي إذن 1600 باي سانتيمتر مربع هذا لو طلب مني بدلالة باي أما إذا قمت بتعويض باي فرضا أنا بدي أعوض الآن 3.14 رح يطلع معي الجواب تقريبا إذن في الحالته هون جواب يساوي هون تقريبا طلع معني 524 سانتيمتر مربع مربع لأنه مساحة تدريب 3 صفحة 120 السؤال خزان كروي الشكل مساحة سطحه 1256 بالمتر المربع المطلوب الأول جد طول قطر الخزان معطيني ملاحظة في نهاية السؤال أنه أستخدم باي 3.14 في البداية رح أبلش بقانون مساحة الكرة وهو عبارة عن 4 باي نصف القطر تربيع معطيني المساحة رح أعوضها ورح أعوض 4 مضروبة في باي ونصف القطر تربيع الآن إذا بدي أوجد نصف القطر لازم أقسم على 4 باي أقسم الطرفين على 4 باي هون انتهى رح ينزل عندي نصف القطر تربيع يساوي الآن 1 2 5 6 رح 4 وهون بدي أعوضها عبارة عن 3.14 مضروبة في 4 فالجواب رح يطلع معي 12.56 إذن عندي نصف القطر مربع هو 1256 تقسيم 12.56 فهاي تقسيمها أكيد رح يطلع معي 100 يساوي نصف القطر تربيع تمام الآن إذا أنا بدي أوجد القطر أيضا جذر تربيعي للطرفين رح يطلع عندي نصف القطر في هذه الحالة يساوي 10 ومتر ننتبه للوحدة 10 متر لهذا السؤال لأنه بالأساس بالسؤال أعطاني بالمتر هذا بالنسبة للمطلوب الأول أما بالنسبة للمطلوب الثاني هون بدي أسطر ليكون أرتب المطلوب الثاني هو عندي هو 2 حجم الخزان حجم الخزان يعني هو نفسه حجم الكرة لأنه على شكل خزان ما يساوي عندي 4 على 3 مضروبة في فنصف القطر تكعيب الآن بدي أعوض 4 على 3 ضرب نصف القطر طلع 110 بدي أكعبه الجواب النهائي رح يطلع معي طبعا هون رح أعوض 3.14 أيضا فرح يطلع معي الجواب النهائي هو 4 1 8 6 6 دوري إذن 4186 فاصلة 6 دوري هذا عبارة عن إيش عن حجم مكعب متر مكعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أما بالنسبة للموضوع الثاني اللي بنا نحكي عنه اللي هو معامل التغير الغاية من هذا الدرس إنه ندرس تأثير التغير في أبعاد المجسم على الحجم وأيضا على مساحة سطح المجسم فمثلا خلينا نشوف لو أنا بدي أحكي إنه كان عندي عبارة عن هذا المثال إنه عبارة عن كرتين تمام؟ عبارة عن كرة كرة قطرها أو نصف قطرها زي ما إحنا شايفين كرة نصف قطرها 7 ملي تتمدد بفعل الحرارة إذن هاي عرضنا عليها الحرارة بشكل منتظم فصار عندها تمدد تمام؟ التمدد حصل لها بشكل منتظم بحيث إنه ظل محافظ على شكلها بحيث إنه أصبح نصف قطرها 21 ملي متر يعني الكرة الأصلية هاي وبعد ما تعرضت للحرارة صارت هاي هون نصف القطر 7 هون نصف القطر 21 ملي هلأ أنا الفكرة بالإشي اللي أنا قدمته إني أنا هلأ بدي أعرف إشي اسمه معامل التغير إنه شو التغير اللي طرأ على هاي الكرة هلأ ما معامل التغير معامل التغير كقانون إله هو عبارة عن نصف القطر الجديد تقسيم نصف القطر القديم نصف القطر القديم 21 أما الجديد 7 تمام الآن لو أنا حطيت 21 تقسيم 7 فالجواب رح يكون عندي هو 3 فالرقم 3 هو معامل التغير الذي حصل للكرة هاي اللي حول نصف قطرها من 7 لـ 21 هلأ الموضوع التالي اللي أنا بدي أعرفه اللي هو ما هو حجم الكرة قبل عملية التمدد وأيضا بدي أعرف بعد عملية التمدد هلأ نروح لحجم الكرة كقانون بشكل عام حجم الكرة بشكل عام هو عبارة عن زي ما إحنا شايفين هو حجم الكرة هو عبارة عن 4 على 3 مضروب في باي ضرب نصف القطر مكعب تمام هذا بالنسبة لحجم الكرة الكرة الآن حجم الكرة قبل التمدد أو التغير رح يكون عندنا 4 على 3 من القبل كان نصف القطر 7 فرح أعوض هون زي ما إحنا شايفين 7 تكعي مضروبة في باي فالجواب رح يطلع عندنا زي ما إحنا شايفين 1372 تقسيم على 3 باي مليمتر مكعب هذا هو الحجم للكرة اللي نصف قطرها 7 قبل ما أعرضها للحرارة يعني هذا بسميه قبل التمدد الآن بدي أشوف الحجم اللي هو بعد التمدد نفس القانون رح أكتب ولكن رح أعوض إيش؟ رح أعوض حجم الكرة بعد عملية التمدد رح يكون عندي 4-3 النصف القطر هون رح أعوض 21 اللي هو هون نفسه رح أعوض 21 تكعي مضروبة في باي الجواب النهائي هو 37044 على 3 باي مليمتر مكعب هلأ الإشي اللي أنا بدي أحكي لكم إياه إنه هذا الرقم إنه هذا العدد هو نفسه هذا العدد ولكن مضروب ب3 مرفوع للقوة 3 شو يعني هذا الحكي؟ يعني أنا حجم الكرة لما كان نصف قطرها سبعة طالي عندي هذا العدد وبعد عملية التمدد صار عندي هذا العدد هذا العدد وهذا العدد هو نفسه ولكن قبل عملية التمدد هو نفسه هذا العدد ضرب بي الرقم 3 مرفوع للأس 3 طيب ليش صار هذا الحكي؟ هذا هو ليش رقم 3؟ لأنه معامل التغير في هاي الحالة كان عندنا 3 فبالتالي العلاقة اللي أنا الآن رح أستنتجها إنه حجم حجم الكرة بعدها التغير هي رح تكون عبارة عن تساوي معامل التغير رح كعبه ثم أضربه بحجم الكرة بعد تمام هلأ الآن فطلعت بهاي النتيجة إنه حجم الكرة بعد التغير هو يساوي معامل التغير تكعيب مضروب بحجم الكرة قبل التغير إذن مكعب معامل التغير أما بالنسبة لمساحة السطح هي رح تكون عنا مربع مربع معامل التغير مضروب بمساحة السطح قبل التغير إذن إذا بدي إياها بعد رح أربع إذا بدي مساحة بربع معامل التغير في المساحة الأصلية اللي هي القبل أما إذا بدي الحجم بعد رح أكعب معامل وأضربه في هاي اللي في حجم قبل عملية التغير هلأ بدي أشرح هذا المثال نحل هذا المثال اللي هو نفسه تدريب 1 صفحة 123 السؤال بقول إنه عبارة عن كرة ثلجية نصف قطرها 20 سنتيمتر تمام أخذت بالذوبان بشكل منتظم يعني هي بلشت الدوب الدوبان يعني بده يقلل من الحجم ولكن بشكل منتظم محافظة على شكلها وفي لحظة ما أصبح نصف قطرها هاي الكرة كم 10 سنتيمتر إذن الكرة كان نصف قطرها الأصلي أو بالبداية كان 20 ثم أصبح 10 سنتيمتر المطلوب جد كلا مما يلي المطلوب الأول معامل التغير المطلوب الثاني حجم الكرة بعد ذوبانها في اللحظة حيث نصف قطرها 10 سنتيمتر بالبداية بدي أبلش بالحل اللي هو عبارة عن معامل التغير رح بلش بقانون معامل التغير هو نصف القطر الجديد على نصف القطر القديم نصف القطر الجديد هو عبارة عن كم 10 فرح أحط 10 على 20 إذن 10 سنتيمتر على 20 رح يطلع معي الجواب نص إذن الجواب نص هون بدي ألفت انتباهكم إنه معامل التغير ما إلى وحدة هو معامل تغير فقط طيب الآن المطلوب الثاني هو حجم الكرة بعد ذوبانها نشوف حجم الكرة هو 4 على 3 باي نوقف تكعيب بعد ذوبانها يعني أنا رح أستخدم العشرة يعني الثاني نصف القطر رح أخذ العشرة فبالتالي رح يكون عندي 4 باي رح عوض باي 3.14 مضروبة بعشرة الكل تكعيب تكعيب العشرة ألف ولما أضرب طبعا الجواب زي ما أنتم ملاحظين لازم يطلع معنا تقريبي تكعيب العشرة ورح يطلع معي الجواب النهائي 4.2 سانتيمتر مكعب انتبهوا سانتيمتر مكعب تمام بدنا نشوف هذا السؤال بالون كروي الشكل مساحة سطحه 125 باي سانتيمتر مربع ننتبه أنه أعطانا مساحة بدلالة باي أخذ يتسرب منه الهواء بشكل منتظم بحيث يبقى محافظا على شكله الكروي وفي لحظة ما أصبح نصف قطره 2 على 3 نصف قطره السابق جد مساحة سطحه عند تلك اللحظة هلأ في البداية بدنا نفهم السؤال السؤال معطيني بالون على شكل كروي معطيني مساحة سطحه اللي هي قبل هاي أنا بعتبرها قبل تمام 125 باي ولكن المحط الثاني اللي هو 2 على 3 هو إيش لاحظوا معي أصبح نصف قطره 2 على 3 من نصف قطره السابق يعني 2 على 3 هي عبارة عن معامل التغير الآن بدنا نشوف مع بعض الحل تمام فبالتالي 2 على 3 زي ما حكينا هو معامل التغير المطلوب مني أوجد مساحة سطحه رح أكتب القانون مساحة سطح البالون الكروي بعد العملية التغير هو معامل التغير اللي اتفقنا عليه اللي هو 2 على 3 تربيع ضرب مساحة سطح البالون الكروي قبل التغير طبعا تربيع لأنه حكينا مساحة ما ننسى هذا الاشي الآن بدنا نبلش في عملية التعويض زي ما احنا شايفين بدنا ننتبه انه 2 على 3 هي تربيع فبدنا نشوف هلا أنا لما بدي أربع 2 على 3 رح أربع البسط لحال فتربيع 2 4 وتربيع 3 9 ننتبه لهذه النقطة مضروبة في 125 اللي هي المساحة القبل إذن أنا بدي مساحة بعد بربع معامل التغير بضرب في المساحة وفي النهاية عشان يطلع معنا الجواب النهائي 509 باي سانتي متر مربع إذن 509 باي سانتي متر مربع الآن الآن عنا هذا السؤال اللي هو قالب من الثلج أسطواني الشكل ننتبه الأسئلة القبل كانت عشكل كرة هون أسطواني بس القانون نفسه تمام قالب من الثلج أسطواني الشكل حجمه 36 باي سانتي متر مكعب هذا حجم الأسطواني شو صار عليها أخذت بالذوبان بشكل منتظم شو يعني أخذت بالذوبان يعني صار ينقص من حجمها بشكل منتظم إنه ضل شكلها أسطواني وفي لحظة ما كان معامل التغير إيش 2 بالعشرة إذن في لحظة معينة كان معامل التغير 2 بالعشرة اللي ذكرنا سابق هو عبارة عن الفرق بيناتهم بين الجديد والأديم جد المطلوب جد حجم القالب في تلك اللحظة تمام الآن إذا أنا بدي أوجد حجم القالب طبعا وفقا للقانون اللي حكينا عنه حجم القالب الثلج بعد التغير يعني هذا المطلوب يساوي مكحب معامل التغير يعني 2 بالعشرة تكعيب مضروبة بحجم القالب الثلج قبل طبعا القبل كان عندي 36 بعد هو المطلوب المعامل موجود وضاير علي أكعبه والآن رح نكمل تعويض فبالبداية عندي تكعيب اللي 2 بالعشرة هي عبارة عن 8 بالألف شوفها لن تظهر 8 بالألف مضروبة ب36 باي فالجواب النهائي رح يكون عنا 288 بالألف باي سنتيمتر مكعب ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة